اشتركوا في القناة ومرحبا بكم أبناء الطلاب مع درس جديد من مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني ودرسنا إن شاء الله سيكون بعنوان إيجاد ناتج الطرح من الأعداد 4 و 5 و 6 فهيا بنا نبدأ على بركة الله أولا هنا يا شابل ذينا في الصورة اثنين من الأطفال يقول الأول أستطيع أن أطرح اثنين من العدد أربعة فلدى هذا الطفل يا شباب أربعة مكعبات ويقول أستطيع أن أطرح من العدد الإجمالي أو العدد الكل الذي لديه أن يطرح منه اثنان فهنا يا شباب كما نرى قام بطرح اثنين من العدد الذي يملكه فكم تبقى لديه من مكعبات أبطال تبقى لديه اثنان أحسنتم يا شباب يبقى إذن يا شباب أربعة ناقص اثنان يساوي اثنان الطفل الثاني هنا يا شباب يقول أستطيع أن أطرح واحد من العدد أربعة فهذا الولد يا شباب يملك أربع مكعبات باللون الأخضر ويقول أستطيع أن أطرح واحدا من هذه المكعبات فكما نرى يا شباب قام بطرح بالفعل واحد من أربعة كم تبقى لديه يا أبطال تبقى لديه كم ثلاثة أحسنتم إذن يا شباب أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة أحسنتم يا أبطال في المثال الأول يا شباب يقول لي أبدأ بأربع مكعبات ثم أطرح منها بعض المكعبات وأضع علامة X أو خطأ على المكعبات المطروحة ثم أكتب العدد نبدأ أولا يا شباب بالمجموعة الأولى أربع مكعبات باللون الأحمر يريدنا أن نطرح منها واحدا لتصبح المسألة أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة أحسنتم يا شباب المجموعة الثانية يريدنا أن نطرح منها كم؟ اثنان فنقول أربعة ناقص اثنان اثنان قمنا بحذف اثنان من المكعبات الخضراء يا شباب أربعة ناقص اثنان كم يتبقى لدينا؟ أحسنتم يا أبطال يتبقى لدينا؟ اثنان المجموعة الثالثة سنقوم بطرح منها ثلاث مكعبات فنضع علامة X على ثلاث مكعبات لتصبح بهذا الشكل ونقول أربعة ناقص ثلاث كم يتبقى من مكعب يا شباب؟ أحسنتم يتبقى لدي مكعب واحد فقط يبقى إذن أربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد المجموعة الأخيرة يا شباب تتكون من أربع مكعبات يريدنا أن نطرح منها أربع مكعبات فسنقوم بوضع علامة X أو علامة خطأ على أربع مكعبات من المكعبات الموجودة لنرى كم يتبقى لدينا هنا يا شباب قمنا بوضع أربع علامات X لأن العدد المطروح أربع يبقى إذن أربعة ناقص أربعة كم يساوي يا شباب؟ كم يتبقى لدي من مكعب؟ لم نضع عليه خطأ لا يتبقى شيء أحسنتم يبقى إذن النتيجة يا شباب أربعة ناقص أربعة كم يساوي؟ يساوي صفر أحسنتم يا أبطال ننتقل إلى المثال الثاني ويريدنا أن نصنع مثل ما صنعنا مع الرقم أربعة يقول لي أستعمل قطع العد أو المكعبات الحمراء ثم أطرح منها بعض المكعبات أجل الفرق ثم أكتب الأعداد أولا يا شباب نقوم بحذف كم مكعب منهم يا شباب؟ نبدأ بمكعب واحد فقط فنقول خمسة ناقص واحد كم يا شباب؟ كم يتبقى لدي مكعب؟ أبطال يتبقى لدي أربع مكعبات إذن نقول خمسة ناقص واحد يساوي أربعة ننتقل إلى المجموعة الثانية وسنقوم بحذف اثنين من المكعبات حتى تصبح المسألة خمسة ناقص اثنان خمسة ناقص اثنان كم يا شباب؟ يتبقى لدي كم مكعب؟ أحسنتم يتبقى لدي ثلاث مكعبات يبقى إذن المسألة خمسة ناقص اثنان يساوي ثلاثة ننتقل إلى المجموعة الثالثة ويريدنا أن نحذف منها ثلاثة مكعبات فنقول خمسة ناقص ثلاثة وضعنا ثلاث علامات خطأ على ثلاث مكعبات حتى تصبح المسألة خمسة ناقص ثلاثة كم يساوي يا شباب؟ كم عدد المكعبات المتبقية؟ أحسنتم يتبقى لدي ثنان أحسنتم يا شباب المجموعة التالية يريدنا أن نحذف منها أربع مكعبات حتى تصبح المسألة خمسة ناقص أربعة وضعنا أربعة علامات خطأ كما نرى في الصورة يا شباب خمسة ناقص أربعة يساوي كم يا شباب؟ خمسة ناقص أربعة أبطال يتبقى لدي مكعب واحد إذن المسألة خمسة ناقص أربعة يساوي واحد المجموعة الأخيرة يريدنا أن نحذف من هذه المكعبات خمس مكعبات حتى تصبح المسألة خمسة ناقص خمسة كما نرى وضعنا خمس علامات خطأ على جميع المكعبات الموجودة كم يتبقى لدي مكعب؟ لم يوضع عليه خطأ يا أبطال لم يتبقى شيء إذن الناتج سيكون أبطال يكون الناتج صف إذن خمسة ناقص خمسة يساوي صف ننتقل إلى المثال الثالث يقول لي أستعمل المكعبات الخطراء ثم أطرح منها بعض المكعبات أجد الفرق ثم أكتب الأعداد في المجموعة الأولى يا شباب كما نرى يريدنا أن نحذف أو أن نستبعد مكعب واحد فقط كما نرى هنا حذفنا مكعب وقلنا أن المسألة ستة ناقص واحد كم يساوي يا شباب؟ إذا استبعدنا مكعب من هذه الست مكعبات كم يتبقى لدي مكعب أخضر؟ أحسنتم يا أبطال يتبقى لدي خمس يبقى إذن ستة ناقص واحد يساوي خمسة ننتقل إلى المجموعة الثانية ويريدنا أن نحذف منها اثنين من المكعبات لتصبح ستة ناقص اثنان كم يساوي أبطال؟ حسنتم يساوي أربعة ننتقل إلى المجموعة الثالثة يريدنا أن نحذف كما نرى في الصورة ثلاث مكعبات قمنا بحذفهم وضعنا عليهم علامات خطأ وقلنا ستة ناقص ثلاثة كم يتبقى لدي من مكعب أبطال؟ إذا قمنا بحذف ثلاثة من هذه المجموعة كم يتبقى؟ حسنتم يتبقى لدي ثلاث مكعبات المجموعة التالية يريدنا أن نحذف منها أربع مكعبات من هذه الستة كم يصير لدينا يا شباب إذا قمنا بحذف أربع مكعبات من هذه الستة؟ كما نرى قمنا بحذف أربع مكعبات واحد اثنان ثلاثة أربعة كم يتبقى لدي من مكعب؟ لم يوضع عليه خطأ يا أبطال لم يتبقى سوى مكعبين يبقى إذن ستة ناقص أربعة كم يساوي أبطال؟ اثنان أحسنتم ننتقل للمجموعة الرابعة المجموعة الرابعة يريدنا أن نحذف منها المجموعة الخامسة أذرا يريدنا أن نحذف منها خمسة مكعبات فسنضع الآن خمس علامات خطأ على الخمس مكعبات لنرى كم يتبقى لدينا ها قد وضعنا خمس علامات خطأ كم يتبقى لدي من مكعب؟ لم نضع عليه خطأ يا أبطال قلنا ستة ناقص خمس يتبقى أحسنتم يتبقى لدي مكعب واحد فقط إذن ستة ناقص خمسة يساوي واحد المجموعة الأخيرة يريدنا أن نضع ستة علامات خطأ على ستة مكعبات لنرى كم يتبقى لدينا أولا نضع ستة علامات خطأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن يا شباب ستة ناقص ستة كم يتبقى لدي يا أبطال من مكعبات؟ لم يتبقى شيء إذن ستة ناقص ستة يساوي صفر أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم هنا يا شباب يطلب مني أن أستعمل قطع العد الحمراء لإيجاد ناتج الطرح المسألة الأولى يقول ستة ناقص واحد يساوي كم؟ أولا يا شباب نقوم بتمثيل الكل ما عدد الكل هنا يا شباب؟ عدد الكل في المسألة الأولى هو رقم ستة هذا هو الكل نقوم بتمثيل الكل بستة قطع عد حمراء كما نرى قمنا بتمثيلهم ثم الآن يا شباب كم نحذف من هذه الستة قطع؟ أحسنتم نحذف قطعة واحدة أو نستبعد قطعة واحدة لأن هنا المسألة تقول ستة ناقص واحد يعني ستة قطع حمراء نستبعد منهم قطعة واحدة قمنا الآن باستبعاد قطعة واحدة كم يتبقى لدي يا أبطال؟ ممتازون أحسنتم يا شباب يتبقى لدي خمسة إذن ستة ناقص واحد يساوي خمسة ننتقل إلى المسألة الثانية خمسة ناقص خمسة أولا نقوم بتمثيل عدد الكل وعدد الكل هنا يا شباب خمسة فنقوم بتمثيل خمسة بخمس قطع عد حمراء ثم نستبعد منهم كم يا أبطال؟ من يعرف؟ حسنتم نستبعد منهم خمس قطع فقمنا الآن يا شباب باستبعاد خمس قطع عد حمراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ليكون كم الناتج يا شباب؟ كم قطعة عد لا يوجد عليها علامة خطأ؟ لا يوجد شيء كل القطع وضعنا عليها علامات خطأ إذن الناتج كم يا شباب؟ خمسة ناقص خمسة كم؟ أحسنتم صفر بارك الله فيكم يا أبطال تعلمنا اليوم يا أبطال كيفية إيجاد ناتج الطرح من الأعداد أربعة وخمسة وستة وتعلمنا حقائق الطرح للعدد أربعة فلو مثلا لدينا مسألة تقول أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة أحسنتم أربعة قطع عد استبعدنا منهم قطعة صاروا ثلاثة وكذلك لو قلنا مثلا قمنا بطرح قطعة أخرى قلنا أربعة ناقص اثنان كم يتبقى يا شباب؟ اثنان وهكذا يا شباب وأخذنا أيضا حقائق الطرح للعدد خمسة فلو مثلا لدينا مثالا أو مسألة كما في الصورة خمسة ناقص واحد كم يساوي يا شباب؟ يساوي أربعة لو طرحنا قطع أخرى مثلا قلنا خمسة ناقص اثنان صاروا كم؟ ثلاثة لو قلنا خمسة ناقص ثلاثة يتبقى لدي اثنان وهكذا يا شباب إلى أن نصل إلى العدد صفر وأخذنا أيضا حقائق الطرح للعدد ستة فلو جاءنا مثال بهذه الطريقة لدينا مجموعة من قطع العد ستة وقمنا بحذف قطعة منهم كم يتبقى لدي من قطعة عد يا شباب؟ أحسنتم يتبقى لدي خمسة ولو كررنا المسألة ولكن قمنا بحذف قطعتين بدل قطعة واحدة كم يتبقى؟ أربعة لو قمنا بحذف ثلاث قطع سيتبقى ثلاث وهكذا إلى أن نصل إلى العدد صفر نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر